السلام عليكم أنا أريد أن أتكلم عن الناس التي هي متضيئة أو تحسد أو تقر أو مغلولة من شهرة أمثال محمد رمضان أحمد حسن حمو بيك أنا أريد أن أقول لهم سؤال أنت عندك منفصان في الشخصية أم لا؟ هؤلاء الناس التي نجحت بي مين؟ الناس التي نجحت بيكم إنتم بمشاهدتكم إنتم بمتابعتكم إليهم مشتراكم في قناتهم ليس جنان هو أبقى سبب في نجاح الناس ووصلهم للقمة من ناحية الشهرة ومن ناحية المال ليس قمة ثانية القمة الأخلاقية هي زفت أصلا قمة الثقافية زفت أتحدث عن الشهرة التي وصلوها بمساعدتنا معتمدين في الأساس كله علينا على مشاهدتهم تابعتي والكومنتات لا تكون هناك خلل في دماغكم أنت شخص سندته تابعته عملت الكومنتات عملت قيمة للفيديوهات والمشاهدات وكل شيء بيعملها والسبب دي هو نجح والسبب دي بقى مشهور بقى عنده فلوس يعني ليس فاهمك أنا ليس فاهمك أنا ليس فاهمك أنت عايز إيه يعني أنت فاهم مين مين أنت بتنتقده مين بتقول ما بيقدمشوا محتوى كويس محتوى محتوى لقيمة له مين ده شوية هبل مين ده بيبلطجي وبيعلم المجتمع البلطجة ونشر البلطجة سيادتك مين اللي ساعده مين اللي زود أسهمه مين اللي خلى مشاهداته بتعدل لتنين مليون في أي فيديو بينزله محمد رمضان طبعا يبقين كلهم بالألفات يعني فمين مين السبب مش حضرتك باللايكات بالفولو بالمشاهدات بالاشتراكات في القناة نحاول نفهم انت في ثانية لو أنت عايز رافض فعلا للمحتوى لو أنت رافض الناس دي تطلع على للقمة والناس يشاهدوها ويبقوا قدوة للشباب ويعلمون البلطجة والتفاهة ما اتبعش ما تعملش أي مشاهدة لأي قناة لهم لأي حاجة بينزلوها ما تعملش لايك ما تشاهدش تجاهلهم التجاهل هينفيهم خلال يوم أو اتنين بكتير ما تفكرش الموضوع صعب كل انت متشاهدش النازي كلها اللي انت معترض عليها في ثانية في ثانية يوم أو اتنين خلاص الكرفة بتاعهم هينزل لتحت الماينوس كمان مش الزيرو فيعني الموضوع عايز فيه وبعدين على الفكرة الناس دي اسكب كتير من المشاهدين بتوحق هم اسكياء يرتدون لبسا يغبياء عشان كده هم نكحوا عارفين الشعب بتاعنا بتحقوا عليه يدوك الوهم انك راجل بتفهم انك راجل انت اللي بتقيمهم وهم اللي عاديين بيشتغلوا عليه يدوك محتوى يشدك في نفس الوقت عشان تشاهده في نفس الوقت محتوى يستفزك فتكتب كومنت وفي نفس الوقت يشوقوك فتعملوا مشاركة للايه للقناة عشان تتابع ياربكم وصفت الرسالة وياربكم بالفعل السلام عليكم اشتركوا في القناة